الحسين هو أول قرآن سحقته هكذا هكذا وإلا فلا وليس كل الرجال تدعى رجاله إنهم رجال وطنوا أنفسهم على الجود بالأرواح وبث المهجي يتهافتون على الموت ويستأنسون بالقتال إنهم رجال الله رجال سرايا السلام الباسلة الذين جسدوا أروع الصور البطولة والفداء قد حلوا بيننا كراما وهم يحملون أريج عضر الولاء لكتاب الله عز وجل والوطن والقائد مثلهم كمثل قائدهم جل همهم إعلاء كلمة الحق المتمثلة بنصرة مشروع الإصلاح الحسيني إنهم رجال سرايا السلام الباسلة رجال الحوج الخامس يتقدمهم الأخ المجاهد الحاج نزار المالكي فمرحبا بهم حيا الله أنصار كتاب الله العزيز حيا الله رجال الثورة الإصلاحية حللتم أهلا ونزلتم سهلا الرجال صدقوا بما أهد الله عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة الحاج نزر لإلقاء كلمته كلمة الفوج الخامس باسم سرايا السلام محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد يا الله عظم الله لنا ولكم الأجل باستشهاد سيد الأصلاح وناصر القرآن وأخي أبا الفضل عباس عليه السلام جعلنا الله وإياكم من الثابتين والموالين لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وآل الصدر الكرام حياكم الله يا من نصرتم القرآن حياكم الله يا من نصرتم القرآن حيا الله حيا الله أصحاب العقيدة والإيمان حيا الله هذه الوجوه المباركة الذي طاعت لله والرحمن مولاي يا صاحب الزمان نشكو إليك حالنا وقلة ناصرنا الذين تخلوا عنا في نصرة القرآن الكريم حينما يرؤوه يتمزق بيد الزنديق المتخلف ومن معه ومن أيده القرآن اليومي نادي مثل ما نادى الحسين عليه السلام هل من ناصر ينصرنا هل من معين يعيننا وخرج رجل حاشمي علويا مهدويا فاطميا صدريا وهو سماحة السيد القائد مختدى الصدق عزه الله تعالى ونصره وقامت هذه الرجال وأدبوا من اعتد على القرآن وأذلوه بعقيدتهم وعقلهم وشجاعتهم الحسينية ومن هنا نقول وبقوة وبصوت واحد نعم نعم للقرآن نعم نعم للقرآن هذا نشيد الشجعان هذا نشيد الشجعان لبيك 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 يا مهدي لبيك لبيك يا مهدي نعم نعم للقرآن نعم نعم للسيد القاعد أرواحنا كلها في دال الصدر وابنه مختدى أرواحنا كلها في دال الصدر وابنه مختدى أرواحنا كلها في دال الصدر وابنه مختدى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى خدام الحسين أصحاب هذه المنصة منصة الإصلاح منصة الغيرة منصة النخوة والشجاعة والإكرام مؤسسة مالك الأشتر حياكم الله ونصركم مبركة الصلاة على محمد وآل محمد شكراً للأخ المجاهد خادم الحسين الحج نزار المالكي شكراً للأخ المجاهد جسدها أبطال رجال السلام من أبطال الفوج الخامس لسرايا السلام الباسلة حياكم الله لتلك النصرة وتلك الوقفة رجال ما زالت روح الثورة فيهم إنها ثورة أصلاحية إنها ثورة أشور الحسين سلام على رجال السلام وهم يجسدون أروع صور الخدامة الحسينية سلام عليكم أيها الأبات وعلى قائدكم حفيد الحسين المقتدى سلام عليكم وأنتم تجددون أهدكم وولاكم لسيد الشهداء لم تجد قرآنا تحمله أسنة الرماح فرفعت رأس الحسين فرقانا مستبع يرتل آيات النص بأفواه الجراح هذا هو لسان حال رجال السلام وهم يجددون بيعتهم لقائدهم وملهمهم أبا الأحرار الحسين حياكم الله أيها الأبات الحسينيون وحيا الله تلك المسيرة المعطى لرجال السلام حيا الله تلك الهامات وتلك الصدور الحراء التي جعلتم منها سرادقا ينصب فيها عزا إمامكم وملهمكم أبا الأحرار صورة من صور كربلاء الأليمة يجسدها الفنان الرسام مرتضى الصبيحاوي والرسام حسن فرحان من على منصة عزاء مؤسسة مالك الأشتر شكر الله سعيكم وأنتم وأنتم تجددون أهدكم كوكبة من الرجال الحسينيون يتقدمهم كوكبة من الفتية وهم يحملون رمزا قرآنيا عظيم ورمزا لناصر القرآن القائد المقتدى كان حقا علينا أن نقف لكم إجلالا يا ناصر كتاب الله مسيرة معضاء مسيرة كريمة إنهم رجال الله وناصر كتابه العزيز حي الله ذلك الحضور المهيب المبارك وحي الله تلك الوقفة الحسينية التي يجسدها أولئك الفتية من أمام منصة عزاء مؤسسة مالك الأشتر سلام عليكم يا أنصار كتاب الله شكَر الله سعيكم وجزاكم الله خير جزاء المحسنين يا أبناء التيار الصدري جزاكم الله خير جزاء المحسنين وأنتم تجسدون تلك الصورة الولائية لأعظم نصرة في أعظم الليالي ليالي عشوراء الحسين سلام على تلك الصيحات الثورية سلام على روح كربلاء واروح ثورة عشوراء سلام على الشهداء ثورة الإصلاح سلام عليكم يا أنصار القرآن سلام عليكم أيها الأبات الحسينيون